انا جد سعيد لانني قدمت اوراق اعتمادي الى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي اهنئه على توليه رئاسة البلاد لعهدة ثانية انا فخور بتمثيل المجر هنا بالجزائر المجر والجزائر تربطهما علاقة صداقة تاريخية تعود الى عام 1962 لقد كانت المجر من بين الدول الاوائل التي اعترفت باستقلال الجزائر وخلال فترة تواجدي كسافير هنا بالجزائر ساعمل على تطوير هذه العلاقة اكثر فاكثر في جميع المجالات مع الجزائر يوجد اليوم فرص للتشاور مع الرئيس عبد المجيد تبون سنمضي بالعلاقات قدما بين البلدين اتمنى ان نعمل مع الجزائر لاجل تطوير التعاون بين البلدين مرسي باكو